اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوارد الرصاص ثنائية ثانية لذين نحص لكتابة المعادلة التفاعل يجب أن نحدد المتفاعلات المتفاعلات هم اللي أعطاهم لي هنا عدنا هذا الرصاص متفاعل وشوارد النحص إذن نحددهم في المعادلات أو في الثنائيات لذين الرصاص وشوارد النحص وهذا اللي درتهم هنا هم اللي نبدأ بهم المعادلة لذين الرصاص سيعطينا شوارد الرصاص بالنسبة لنحص هذه اللي أنا معلمينها هي المتفاعل ويكتب في الجهة الأولى يعطينا النحص الآن فقط نوازن المعادلات لذين الرصاص هنا هو واحد وهنا واحد عدد السوكومتري بالنسبة لشحنة الكهربائية بالنسبة لطرف الأول سفر في الطرف الثاني لدينا زي 2 نعرفه باللي نوازنه بالإلكترونات والإلكترونات السالبة لهذا سنضيف في هذا الطرف 2 إلكترون حيث تصبح نقص 2 زي 2 تسوي السفر كالطرف الأول ونسمي هذه المعادلة بمعادلة أكساد هذه معادلة معادلة نسبية للأكساد لماذا؟ لأننا نعرفه حسب الترتيب دائماً عندنا مرجع مؤكسد حسب هذا الترتيب الرصاص له مرجع مرجع يعني حيث يتحول إلى مؤكسد وبالتالي نقوله لحدثت له عملية أكساد بالسبة لنحاس شوارد النحاس تتحول إلى النحاس وزن المعادلة الذي نسيه واحد واحد الشحنة الكهربائية زي 2 وهنا السفر سنضيفه 2 إلكترون للطرف الأول حتى تصبح الشحنة مجموحة هنا السفر وهنا السفر واللاحظوا هنا من خلال المعادلة أن النحاس هنا راه مؤكسد ويتحول إلى إلى مرجع معنى حدثت له عملية إرجع إلى ماذا تتحول تتحول إلى مرجع إذن تتحدثت له عملية إرجع إذن هذه معادلة نسبية للإرجع وفعلاً حسب التعريف الأكساد هي عملية فقط الإلكترونات شوفها دفقد والإرجع هو عملية اكتساب إلكترونات إذن جمعوا المعادلتين طرف لطرف بحيث لا تظهر الإلكترونات في النهاية إذن هنا عدنا 2 إلكترون 2 إلكترون راح تختازل إذن يبقى هنا فقط هنا الرصاص زائد شوارد النحاس تحصلوا على شوارد الرصاص زائد النحاس إذن هذه معادلة أكسادة إرجع إذن معادلة أكسادة إرجع حيث الرصاص يفقد إلكترونات والشوارد نحاس تكتسب هذه الإلكترونات رحوا إلى المثال الثاني أعطونا الثنائية FU زي ثلاثة FU والسئال دو السئال نقص حيث المتفاعلات هما FU والسئال الثانية دائما يكون إما مرجع من ثنائية والمؤكسد من ثنائية الثانية أو العكس بمعنى ما يكونش في نفس الثنائية معنى هي إما مرجع مثلا من الثنائية الأولى والمؤكسد من الثنائية الثانية أو مؤكسد من الثنائية الأولى ومرجع من الثنائية الثانية كذا ندروا المعادلة النصفية ثم المعادلة الإجمالية كما فعلنا سابق إذن بنسبة الحديد إذن عدنا ثانيا الثنائية FU زي ثلاثة FU ثنائية الثانية السئال دو والسئال نقص نعم السئال دو والسئال نقص إذن نفس الشيء حددنا المتفاعلات اللي هما الحديد و حسبنا نستمرين نعم الحديد والكلور وجزء الكلور السئال نين إذن هذا راح نبدأ بهم المعادلة إذن عندي FU وفي الأسوال عندي السئال دو إذن هذا راح يعطينا FU زي ثلاثة وهذا راح يعطينا السئال نقص نوزن المعادلة إذن عدنا FU هنا واحد واحد الشحنة طرف الأول لا يوجد طرف الثاني لدينا زي ثلاثة ونعرفه بالله هذا مرجع أي راد راح يتحول إلى مؤكسد معناها تحتلو عملية أكسادة أي يفقد الإلكترونت بمعناها الإلكترونت ستكون فيها الطرف في الطرف الثاني تعتبر مفقودة من FU إذا بغينا نوزنه ونضيفه من الإلكترون إذن ثلاثة إلكترونت ثلاثة سالبة مع ثلاثة مجبت تعطينا السفر معناها الشحنة في الطرف الأول والثاني سفر سفر المعادلة الثانية السئال عدنا ثنين في الطرف الثاني عدنا فقط هنا العدس كمتري واحد إذن الثا他的 نضرب هنا في في ثنين لت halte الشحنة هنا عدنا السفر في الطرف الأول في الطرف الثاني عدنا ناقص اثنين ثنين ومعاه ناقص واحد معناها ناقص اثنين إذن ونضيفه الإلكترونت سنضيفه الإلكترونت في الطرف الأول إذن زائد اثنين إلكترونت عليش ما نضيفه هاش منه نضيفه زي 2 تولي نقص 4 لازم احنا المعادلة تكون متوازنة من ناحية الالكترونات بمعنى اذا كان هنا نقص 2 هنا نقص 2 هنا زي 1 هنا زي 1 هنا 0 هنا 0 وهكذا إذا نجمع المعادلة الآن طرف للطرف لاحظوا باللي هنا عدنا 3 الالكترونات وهنا 2 الالكترونات احنا لازم نختازوا الالكترونات لهذا سنضرب هذه المعادلة في 3 معنى ندروا المضاعف المشترك الأصغر بينهما بين 2 و 3 وهذه نضربها في 2 إذن نجمع الآن طرف للطرف نقدر نكتب المعادلة هذه كي ضربتها في 2 إذن 2F-E تعطينا 2F-E 3 زائد 6 إلكترون الأحسن ندر هذه الطريقة حتى لا أخطئ في الجمع إذن 3Cl 2 زائد 6 إلكترون تعطينا 3 في 2 تساوي 6Cl نقص إذن نجمع هذا إذن هذا مع هذا تعطينا إذن 2F-E زائد 3Cl 2 إلكترون تختازل تحصل على 2F-E زائد 6Cl نقص إذن وهي المعادلة الخاصة بالأكسى دواء الإرجاع نروح للمثال الثالث لدينا CR2O7-2 شاردة البكروماتو مع شوارد الحديد الثنائي وإعطينا الثنائيات لدينا F-E 2 زائد F-E 3 زائد وهذه CR 3 زائد وCR 2O7-2 نقص قال لي هنا في وجود أو في وسط حمضي نعرف بالله هذا التفاعل خصوصا شوارد الكرومات وشوارد البرمنغانة هذه المثال لبعض هذه المتفاعلين هما عبارة عن مؤكسيدات قوية حيث يحدث لهم عملية إرجاع وهذا الإرجاع يجب أن يكون في وسط حمضي لهذا دائما في التفاعلات هذه نضيف قطارات من حمض الكبريت المركز لتوفير البروتونات اللي هي X زائد اللي نشوفها في المعادلة إذن ثالثا لدينا الثنائيات CR 2O7-2 والCR 3 زائد ثنائيات ثانية لدينا F-E 3 زائد و F-E 2 زائد إذن بالسبب المتفاعلات ضم حدهم هنا اللي هما شاردة البكرومات هذه والحديد وشاردة الحديد الثنائي إذن نبدأ بهم المعادلة عدنا CR 2O7-2 هذه رح تعطينا CR 3 زائد بالنسبة للمعادلة الثانية نبدأ بالشوارد الحديد الثنائي F-E 2 زائد نحصوا على F-E 3 زائد نوزن المعادلة هذه إذن عدنا الكروم 2 وهنا عدنا 1 إذن نضربه هنا في 2 ثم بالسبب الأكسوجين في الطرف الأول يوجد 7 في الطرف الثاني لا يوجد بما أننا في وسط مائي رح نوزنه بالماء بمعنى رح نضيفه جزيئات ماء H2O نلاحظ بأن كل جزيئات ماء فيها أكسوجين واحد وأنا نحتاج 7 معنى نضرب هذه في 7 أي نحتاج 7 جزيئات ماء نلاحظ هنا ظهور الهيدروجين إذن 7 في 2 14 هنا يجي دور الوسط الحمضي اللي هو كما قلنا سابقا قطارات من حمض الكبريت المركز رح نضيف بروتون شحن بروتون 14 H زائد هذه الزائد جاء من الوسط الحمضي أي يجب توفيرها للوسط التفاعلي حتى تحدث هذه العملية لعملية إرجع إذن الآن نوزن الإلكترونات لاحظوا بالنسبة للطرف الثاني لدينا 2 في زائد 3 هي زائد 6 في الطرف الأول لدينا 14 زائد معناه زائد 14 وهذه ناقص 2 مضربة في الواحد أنا ناقص 2 إذن شحن 14 ناقص 2 تساوي وزائد 12 هنا عدنا زائد 6 هنا عدنا زائد 12 إذن يجب أن نوضيف إلكترونات لأحد الأطراف بحيث يكون توازن في الإلكترونات لدينا هنا زائد 6 وهنا زائد 12 والإلكترونات سالبة معناها رح نضيفها في الجهال اللي فيها بزاف معناها زائد شحن من الإلكترونات 6 إلكترونات كي نزيد هنا 6 إلكترونات تصبح 6 موجابة كالطرف الأول إذن هذا بنسبة المعادلة الأولى المعادلة الثانية FU FU لدينا واحد واحد الشحنة هنا زي 2 هنا زي 3 إذن باش يكونوا كيف كيف لازم نزيدوا الإلكترونات في الطرف الثاني سحن نضيف 1 إلكترون إذن زي 3 نقص 1 تساوي زي 2 كالطرف الأول وكذلك لدينا هذه معادلة إرجاع وهذه معادلة أكسادة معناها دائما واحد عندها الإلكترونات في الطرف الأول هذا إرجاع في الطرف الثاني هذه أكسادة إذن لجمع المعادلتين يجب أن تكون الإلكترونية نفسها بمعنى هنا عبدنا 6 هنا عبدنا فقط 1 إذن نضرب هذه مباشرة في 6 ونجمع الطرف لطرف إذن المتفاعل الأول CR2O72 زائد هذا نضربه في 6 إذن زائد 6 FU2 زائد زائد وش يبقى له هنا زائد 14 H زائد قصائل الإلكترونات ستروح مع هذه لأن هذه ضربناها في 6 إذن ستحصلوا على تساوي إذن 2 CR3 زائد زائد بسبب الشوارد الحديد الثلاثي مضربة في 6 معناها 6 FU3 زائد زائد هنا سبع جزئات ماء 7 12 وهي معادلة الأكسادة يرجع بين شوارد الحديد وشوارد البكرونات المثال المثال الرابع لدينا برمانغانات البوتاسيون لها MnO4 ناقص مع الحديد الثنائي كذلك أو شوارد الحديد الثنائي في وسط حمضه إذن نكتب المعادلة إذن رابعا إذن الثنائية الأولى نفس الثنائية التي نهاكبر هي FU3 FU2 زائد مع المتفاعل الثاني اللي هو MnO4 ناقص Mn2 زائد إذن قلنا الحديد هو للمتفاعلات إذن شاردة البرمانغانات مع شوارد الحديد الثنائي إذن هذون بدأ بهم المعادلة FU2 زائد وعدنا MnO4 ناقص هذا وشي يعطينا يعطينا FU3 زائد وهذا يعطينا Mn2 زائد إذن نوازنه بسبب الحديد عدنا 1 1 الإلكترون إذن شحنة زائد 2 إذن زائد 3 معنى نضيف 1 إلكترون باش تتواصل شوارد البرمانغانات هنا عدنا المنغان يزعفون هذا Mn1 1 1 الأكسوجين عدنا في الطرف الأول أربعة بما أني في وسط ماء سأضيف الماء لموازنة الأكسوجين وكل جزئة ماء فيها أكسوجين واحدة لهذا أنا أضطر إلى أربعة جزئات ماء نظهر الهيدروجين هنا 4 في 2 8 معنى نضيف 8 بروتونات 5 إلكترونيس 5 إلكترونيس 5 إلكترونيس لأنه 5 إلكترونيس سربة مع السبعة طولي زي 2 وزي 2 كما الطرف الثاني ثم نجمع المعادلتين الطرف للطرف بحيث لا تظهر الإلكترونيس في المعادلة الإجمالية إذن نشوفو هنا 5 إلكترونيس هنا فقط عدنا 1 نضرب هذه في 5 إذن نجمع عدنا 5 F O 2 زائد زائد هذه M O 4 ناقص زائد 8 عشر زائد نتحصل على بنسبة هذه نضربها في 5 دائما ما ننساش نضرب في كل أطراف في نفس العدد الذي نستعمله إذن عدنا 5 F O 3 زائد زائد M N زائد هذا زائد 4 جزئات ما وهي معادلة معادلة الأكسادة إرجح نروح المثال الخامس قال لتفاعل بين H L A O زائد والأليمنيوم وعدنا الثنائية إذن كتبنا الثنائية هنا إذن عدنا المتفاعل الأول هذا ومتفاعل الثاني هو هذا إذن قلنا دائما نبدأ بهم لدينا H L A O زائد يعطينا غاز الهيدروجين والأليمنيوم يعطينا الشوارد الأليمنيوم إذن سنوازنه من سبيل الثنائية نوازن الأكسوجين هو الأول إذن في الطرف الثاني سنوضيف جزئات أكسوجين أو جزئات معفو بحيث فيها أكسوجين واحد لاحظوا أن الهيدروجين في الطرف الأول ثلاثة وهنا عدنا 2 و2 4 لو ضربنا هنا في 2 سنحصل على 6 والأكسوجين واللي و2 معناه نضرب هذه كذلك مثلا في 2 تولي الأكسوجين 2 كالطرف الأول ومسبل الهيدروجين لدينا 2 في 2 4 و2 6 كذلك تصبح المعادلة متوازنة أليمنيوم لدينا هنا 1 1 نسيناهم إذن بالنسبة الشحنة هنا زيت 2 نضيف 2 إلكترو لدينا زيت 2 نقص 2 7 0 كما في الطرف الثاني لدينا الشحنة 7 0 العليمنيوم لدينا 1 1 رح نضيف فقط هنا 3 إلكترونات حتى تتوازن الشحنة زيت 3 نقص 3 7 0 والطرف الأول لدينا 0 إذن كيف نجمع المعادلة إذن نضرب هذه في 2 وهذه في 3 سنضيف المضاعف المشترك الأصغر وبينهما ونجمع الطرف لطرف إذن 3 في 2 عدنا 6 13 3 وزائد زائد المتفاعل الثاني هو 2 AL سنحصل على بنسبة الهيدروجين عدنا 3 H2 نضرب دائما نقل في 3 زائد متفاعل الثاني أو الناتش الثاني AL زائد زائد بنسبة الماء نضرب في 3 تولي 6 A2 وهي معادلة X إرجع المثال رقم 6 الذي NO 3 NO CE زائد 2 CE ولمتفاعل الثاني نضرب متفاعل متفاعل من النحاس والشوارد النطار إذن عدنا هذا المتفاعل وهذا إذن نكتب المعادلة النصفية إذن لدينا AN O 3 ناقص يعطينا AN O و CE يعطينا CE 2 زائد إذن نوزن المعادلة لدينا الان 1 1 الأكسوجين هنا 3 معنا نضيف 2 جزئات ماء تصبح الآن بسبب الهيدروجين 2 في 2 4 معنا نزيد 4 4 10 زائد بسبب الشحنة الكهربائية لدينا هنا زائد 4 نقص 1 هذه مضربة في 1 إذن معنا هل عدنا زائد 3 إذن سنضيف 3 إلكترونات كما في الطرف الثاني 0 0 النحاس لدينا 1 1 إذن سنضيف 2 إلكترون بش توزن شحنة زائد 2 نقص 2 0 كالطرف الأول ثم نجمع طرف لطرف إذن نضرب هذه في 2 وهذه في 3 لتولي الإلكترون 6 إذن عدنا 2 2 3 نقص زائد المتفاعل الثاني وهو 3 قص إي زائد 2 في 4 إذن 8 عشر زائد سيعطينا في الطرف الثاني عدنا N O لكن مضروبة في 2 ما ننساوهاش زائد 3 U زائد 2 زائد بنسبة الماء مضروف في 2 معنا 4 S 2 وهي معادلة الأكساد إرجح إذا نروح المثال السابع الذين ثنائيات إيدو إي ناقص S 2 8 2 ناقص S 4 2 ناقص المتفاعل هم إيدو S 2 8 2 ناقص معنا هذا المتفاعل الأول مع المتفاعل الثاني أو عفوا هنا راح تكون إي ناقص إذن إي ناقص مع هذه إذن نبدأ أدنى إي ناقص معناه راح يكون دائما متفاعل يكون عدنا مؤكسيد ومع مرشح هذا يعطينا إيدو وال S 2 8 2 ناقص يعطينا S 4 2 ناقص نوازنه بالسبال اليود عدنا 1 وهنا 2 إذن نضرب هنا فيه 2 الشحن الكهربائي لدينا هنا ناقص 2 وهنا مكنش معناه نضيفه في الطرف هذا 2 إلكترون لماذا؟ لأن لن تكون عدنا ناقص 2 ناقص 2 طرفين مثل بعضهم بنسبال المثال الثاني لدينا S 2 وهنا S 1 إذن هذين نضربها في 2 الأكسوجين هنا 8 وهنا كذا ضربنا في 2 وهنا 2 في 4 تسوية 8 إذن تشوح متوازنه بسبال الإلكترون لدينا هنا ناقص 4 2 2 2 4 وهنا 2 إذن سنضيف 2 إلكترون في الطرف الأول إذن نجمع الآن معادلة 2 طرف للطرف هنا عدنا 2 2 ما لنضرب 2 E ناقص وزائد S 2 8 2 ناقص ستعطينا E 2 وزائد 2 S 4 2 ناقص إذن هذا بالنسبة المعادلة معادلة الأكسادة إرجح ويبقى المثال الأخير كواجب ونستعمل نفس الطرق السابقة حوله فيه أتمنى أن تستفيد من هذا الفيديو وشكرا على المتابعة